مساء الخير لهيب عربي وصقيع لبناني اودع حكومة الميقات في ثلاجة الانتظار وابقاها رهن مطالب الاستيذار داخل البيت الواحد لا تبدو التشكيل عزمة على الخروج الى الضوء في المدى المنظور ودونها عقبات لم تصل الى مستوى التعثر لكنها وفق التقديرات السياسية لا تزال بحاجة الى التشاور لانتقاء تركيبة تصلب عودها اذا تعرضت لعواصف الانتقاد جولات من التفاوض يشهدها تقاطع فردان عينتيني وفردان رابي لتذليل عوارض الامراض الوزارية التي ظهرت على عدد من الكتل وكل يطلب اكثر من المستطاع الرقم الذي رست عليه الحكومة هو ثلاثون اما عقباتها فتفوق الثلاثين وسيكون على مقاتي اختيار التمثيل السني في بيروت اذا ما تعذر التوافق مع النائب تمام سلام الذي وضع صقوفا للمشاركة لم تقتصر على الجانب السياسي لكن زوارا رصدوا ميوله الى بضع حماسة في المشاركة تستلزم شد عصب من جهة وانفتاحا في النقاش من الجهة المقابلة ولمقاتي اليد الطولة ايضا في الاسماء الشمالية التي انتقت منها قوى الثامن من اذار نجل الرئيس عمر كرامي فيصل كرامي لكن الرئيس المكلف لم يقل كلمته بعد ولم يجري اي اتصال به ومن الوزارات غير السالكة الداخلية التي تنوء بين جنرالين يشتعل بينهما البارود حركة التواصل تنقل الخطى من فردان الى الشام التي تشهد على حراك خليلي للتشاور في اخر الصياغ وذلك بعدما زار النائب علي حسن خليل الرئيس المكلف اليوم صورة المشهد اللبناني نقطة في بحر العرب ثلاث دول استقرت على الغليان تتراجع البحرين تتقدم ليبيا يثور اليمن ثم يعود لهب الشارع الذي لم يستثني جيبوتي الدولة العربية الافريقية الواقعة على خط قاعدة عسكرية امريكية ليبيا احتلت صدارة الشوارع المضطربة حيث اندلعت هناك ثورة احفاد عمر المختار وتمكن المتظاهرون من السيطرة على عدد من المدن واحراق مراكز الامن فيها اما في البحرين فقد عاد المتظاهرون الى دوار اللؤلؤة رافضين حوارا طرحه ولي العهد الامير سلمان مشترطين المحاسبة اولا ويبدو ان دوار اللؤلؤة وقبله ميدان التحرير وسائر مستديرات صنعاء وعدن قد اعطت فكرة للحكومات العربية بحتمية الغاء الدوارات والميادين حتى لا تستعمل ساحات لاسقاط الانظمة لكن الامر المستغرب ان دول العالم الغربي لطالما شهدت وتشهد تظاهرات احتجاجية لا تواجه بالقمع الذي يرصد في العالم العربي حيث التظاهر يقابلها الاستبداد والمطالب الشعبية تدفع الحاكمة الى التمسك بالسلطة والبطش بالمتظاهرين حتى لا يصل الى عرشه ويهدد وجوده ويفتح ملفاته الفاسدة